سريعاً لأخبار الأهلي ومعنى أخبار كتير تهموكم طبعاً خليني في البداية أطمنكم برح طبعاً الإصابة اللي حصلت لأحمد دبيل كوكا ولرامي ربيعة ودي يمكن تكون واحدة من حاجات المهمة اللي عايزين نتكلم فيها فيما يتعلق بالبلدية هاخد رأيي نادر النهاردة ضيفي في الحلقة نادر شبانة المحل الفني أتمنى طبعاً ماذا يدور في عقل راس كولر أو كيف يفكر كولر في مباراة البلدية المحطة الأخيرة قبل مواجهة الترجي أنا شخصياً السيناريو اللي أتمنىه لو بتسألني كواحد من الجماهير النادي الأهلي أقولك أنه أتمنى راحة عدد كبير جداً من اللاعبين يعني المباراة الحقيقة كل مباراة الناس اللي كانت بقى مش بس مطش الاتحاد وفي الجونة ومطش الإسماعيل كل اللي كان جاي من بعيد قدم مستويات عالية جداً لكن في لعيبة ما تتحملش لأي سبب من الأسباب أنك تخاطر بيهم في مباراة البلدية بصراحة يعني أتمنى راحة شبير أتمنى راحة عبد المنعم أتمنى راحة أكرم توفيق أتمنى راحة إمام عشور أتمنى راحة حسين الشحات أتمنى راحة وسام أبو علي كل دي أسماء شايف أنه مغمرة كبيرة جداً أنك أنت تشركهم في مباراة البلدية وفي النهاية طبعاً في النهاية اللي عايز الكولر أو اللي بيفكر فيه كولر هو هيكون السيناريو الأفضل خليني أروح مع حضراتكم كمان لإصابة رامي وأحمد نبيل كوكا رامي كادمة خفيفة أعتقد أنه الإصابتين إن شاء الله مش هيمنعوا من جهزيتهم لمباراة الترجي لكن هيخضعوا لفحص طبي إحنا يمكن كمان دقيقة بسيطة هيبدأ تمرين نادي الأهلي يكون معنا زمنا شريف شعبان من ملعب مختلط تيتش هيطمننا على أخبار الفريق بشكل كامل السلية لسه يمكن مش جاهز بنسبة كبيرة طبعاً ده وأحمد نبيل حياة وربيعة وإن كان يطمننا شوية إنه متولي رجع وشفناه وجاهز كمان ياسر جاهز أعتقد ياسر ما عندوش أي مشكلة في المشاركة يمكن طبعاً ابتعاده مأثر شوية على نواحي الفنية لكن عندنا فترة إلى حد ما تعتبر مناسبة لقبل السفر لتونس اللي الأهلي الحقيقة بالفعل أنه مسؤولين الأهلي أنه لإجراءات السفر الخاصة ببعثة النادي الأهلي الأهلي يسافر إن شاء الله تونس يوم 15 استعدادنا للمغارات الترجل اللي هتكون يوم 18 إن شاء الله بإذن الله وهتتلعب على ملعب رادس تم التغاصل بالفعل من قبل إدارة النادي الأهلي مع كل المسؤولين الحقيقة في السفر المصرية في تونس على مدار الأيام الأخيرة دي وتم التنسيق فيما يخص كل التفاصيل الخاصة برحلة النادي الأهلي طبعا مباراة مهمة جدا جماهير الكولور المصرية أعتقد طبعا كلها وجماهير النادي الأهلي طبعا في انتظار طبعا نتيجة الجولة الأولى اللي هتحدد بشكل كبير جدا فرص الفرقتين في الحصول على اللقب قبل مباراة العودة ترجمة نانسي قنقر